شيعت جموع فلسطينيين غفيرة في طول كرم الجمعة جثمان الشهيد الشاب محمود جهاد جراد الذي ارتقى إطرى إصابته برصاص قوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم طول كرم فجر اليوم وانطلق موكب التشييع من مستشفى الشهيد ثابت ثابت في طول كرم إلى منزل عائلة الشهيد في الحي الشرقي حيث ألقيت عليه نظرة الوداع الأخيرة واجابت مسيرة التشييع شوارع طول كرم وسط هتفات مؤيدة للمقاومة وداعية لتصعيدها والدفاع عن المسجد الأقصى المبارك وأديت صلاة الجنازة على الشهيد في مسجد عثمان بن عفان قبل أن يوارى جثمانه الثرى في المقبرة الغربية للمدينة